فأعلن الإطار التنسيقي تفاصيل الاجتماع الذي حضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بليس خارت وقال إنه تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات وقدم الإطار بحسب بيان شرحا مفاصلا مدعما بالأدلة والإثباتات على ما وصفه بالخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب في احتساب النتائج وإعلانها مؤكدا المضي في المسار القضائي للطاعن في النتائج وكل ما يتعلق بها والاستمرار في العمل على وقف جميع الفعالية التي كف لها الدستور